وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين رزاق ما هو رازق رزاق صيغة مبالغة رزاق لمن لكنت وش أنت بالنسبة لمن في الأرض من العوالم في الأرض الآن يعيش ألف أمة ألف أمة أربعمائة في البر وستمائة في البحر ورزقهم كلهم على من؟ على الله الطيور والوحوش الحشرات والذر والكل شيء وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين لا تحمل هم من رزق يا أخي الله يقول نحن نرزقك نحن من هنا الله لو توكلتم على الله حق التوكل لا رزقكم كما يرزق الطير في أكنافها تغدوا خماصا وتعودوا بطانا إيش عندها الطير؟ وظيفة ولا عندها ضمان ولا عندها شيء؟ بس تتحرك ما تقعد في العش وإنت تتحرك وكلهم من رزقه بعد ما تمشون في الأرض يجيكم بالرزق فهذا الهدف العبادة إذا فهمت هذا وسخرت نفسك بتحقيق العبادة فإنه سيواجهك أربعة أعداء رئيسيين يمنعونك من العبادة ليش؟ عشان يتحقق معنا الإبتلاء إذ لو لا ما في هذا الأعداء لكان كل واحد عبد الله وبالتالي لا يستحقون جنة لأن ما في مواجهة فالله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الأعداء ابتلاء للإنسان فمن يتصدى لهم ويحاربهم ويقضي حياته مجاهدا لهم إلى أن تقمض عينه هذا نجح في الامتحان وتجاوز الابتلاء وله عند الله النعيم العظيم أما من انهزم وتراجع وتقهكر أمام هذه الأعداء هذا مهزو وبالتالي لا يستحق جدة بل يستحق عقوبة وهي النار أجارنا الله وإياكم منها هذه الأعداء الأربعة إبليس والدنيا ونفسي والهوى ما حيلتي وجميعهم أعداء اثنين خارجين وهو الشيطان والدنيا واثنين داخليين وهي النفس والهوى وأنت على أربع جبهات لا ينبغي أن تفتر انتبه إلى أن تغمض عينك وتأتر لليان